زيارة مؤسساتية رسمية أوروبية فرنسية إلى مدينة كالي وأعلان عن قرار بناء مخيم إنساني جديد للاجئين سيفتتح العمل مقبل في المدينة نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمنز أعلن عن تمويل بناء هذا المخيم الجديد المفوضية الأوروبية ستضع بتصرف السلطات الفرنسية ما يقارب الخمسة ملايين يورو إضافية كي تتمكن من بناء مخيم يؤمن الرعاية لألف وخمسمائة لاجئ كما ستساعد هذه الأموال على نقل بعض اللاجئين من منطقة كالي إلى أماكن أخرى في فرنسا المؤتمر الصحفي قطعته لفترة قصيرة صيحات ناشطة نددت بالسياسات الأوروبية في مجال الهجرة المسؤولون الأوروبيون لم يزوروا هذا المخيم في كالي والذي يلقب بأدغال كالي حيث يعيش أكثر من ثلاثة ألف شخص في بؤس شديد من مخيم الأدغال في مدينة كالي الفرنسية يقول جيرو الشاندور من يورو نيوز هذه الناحية من مدينة كالي يطلق عليها اسم الأدغال أوضاع الناس هنا أصعب من أوضاع المخيمات وخلال الأشهر الأخيرة قامت السلطات بإحداث تغيير واحد أساسي ألا وهو بناء هذا العازل الذي يردع اللاجئين عن الوصول إلى الشاحنات شكرا